وخلال تصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعدة السيد علي بن محمد الرميحي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس أكد على الملحمة البطولية التي سطرها جنود مملكة البحرين البواسل خلال تأديتهم واجبهم الوطني في الحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشهادة عثر حادث جرامي غادر خاصة عثناء سريان الهدنة الأممية سطر فيها ابناء الوطن كعادتهم ملاحم بذلت فيها الأنفس كما سبغهم من شهدانا الأبطال رجال اختلطت دماهم بدماء شقاهم على أرض لها في قلوبنا المكان الكبيرة أعزها الله ونصرها على من عاداها الحقيقة نفتخر دائما بمشاركة رجالنا البواسل ضمن قوات التحالف العربي في عملية حاصفة الحزم وإعادة الأمل دفاعا عن أمن وسيادة أوطاننا وفي نفس الوقت مد يد العون والإغاثة الإنسانية للأشقاء أنا أود التأكيد أن ما شاهدناه من خلال الساعات السابقة من رعاية أبوية من صاحب الجلالة الملك المعظم يده الله لأسر شهداء وتواجد سموه للعهد وصاحب المعالي القاد العام وسمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد والتفاف الشعب البحريني حول أسر شهداء حقيقة حق لنا أن نفخر بهذا الوطن قيادة وشعب اشتركوا في القناة